اشتركوا في القناة ومستوى متاع ومش متاع تزييف انتخابات بالشكل هدايا ومعناها تزييف ارادة الناخب وعدم احترام ارادة الناخب هذه معناها اوضاع اللي عشناها بكل مرارة الفرق الكبير معناها ما بين فترة بورجيبة وفترة بن علي هو انه في فترة بن علي عمل مسرحية قانونية في فترة بورجيبة تم قائمة من ترشح وجهه ووقع التجرب عام واحد وثبانين وتم ازاحتها والمواطن يحس شروحه مهان لكن في فترة بن علي تم الاهانة الاهانة للمواطن الاهانة للاحزاب المعارضة الاهانة للاحزاب المؤلفة قلوبهم لانهم يستعطفوا السلطة ويستعطوا وزارة داخلية بشي ياخذوا معناها مقعد في مجلس النواب هذا هو اللي عشناه وانه معناها الغباء السياسي لمنظومة الحكم في فترة بن علي خلات انهم يسلوا عملية الانغلاق هذه تأدي الى ثورة مرجيبة كان يعرف يحل السوباب شوي بن علي ما يعرف كان يغلق والانغلاق هذا هو اللي معناها كم يقولوا كلاله رأسه ترجمة نانسي قنقر